السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أود بداية أن أتوجه بخالص عبارات الشكر والامتنان والعرفان لفخامة الرئيس قيس سعيد على الاستقبال الذي خصني به صبيحة هذه الجمعة المباركة وهو الاستقبال الذي أتشرف وأعتز به أيما اعتزاز وقد حملت إلى فخامته رسالة خطية من أخيها الرئيس عبد المجيد تبون الذي يحرس أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيها الرئيس قيس سعيد في سياق مساعهما الدؤوبة للارتقاء فعليا بالعلاقات الجزائرية التونسية إلى أسمى المراتب المتاحة والاهتداء على الدوام لما فيه خير بلدينا وشعبينا والشقيقين وخير منطقتنا وجوارنا الإقليمي تأتي زيارة هاته اليوم إلى تونس كمبعوث خاص لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون في سياق حركية جد إيجابية هادفة ونافعة تعيشها العلاقات الجزائرية التونسية وبالخصوص بعد أربعة أشهر من إنعقاد اللجنة المشتركة الكبرى التي حققت نجاحاً مشهوداً بتحديد وتنشيط مجالات جديدة للتعاون الثنائي وبعد أربعة أيام فقط من التئام الدورة الأولى لللجنة الثنائية المعنية بتنمية وترقية المناطق الحدودية والتي تمثل بعداً هاماً من أبعاد التعاون الثنائي باعتبارها نقاط التلاقي الأولى والمباشرة بين شعبين الشقيقين ومن هذا المنظور كان لقاء اليوم مناسب ثمينة للتنويه والإشادة بالأشواط النوعية التي قطعناها معاً خلال السنوات الأربعة الماضية تحت التوجيه الرشيد لقائدي بلدين الشقيقين الرئيس عبد المجد تبون وأخيها الرئيس قيس سعيد وأعتقد بكل صدق وإخلاص أن الجزائر وتونس تسيران بخطة ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الأصح في اتجاه استغلال وتثمين كافة فرص التعاون والشراكة وجميع مقومات التكامل الاقتصادي وفي اتجاه تقوية اللحمة الاجتماعية وترسيخ أواصر الأخوة المتجذرة بين شعبين الشقيقين وفي اتجاه تعزيز التوافق السياسي البيني للتأثير بصفة إيجابية وبطريقة فعلية على التطورات المحيطة بنا إقليميا ودوليا مع توحيد كلمتنا وتكثيف جهودنا لمواصلة الدفاع وحشد الدعم خدمة للقضية الفلسطينية التي كانت ولا تزال قضية أمتنا المركزية مرة أخرى أشكر فخامت الرئيس قيس سعيد على الوقت الثمين الذي أباء لا يخصصه لي صبيحة اليوم وعلى رسالة الود والأخاء والإخاء وعلى الأفكار البناء والهادفة التي حملني إياها لأنقلها بكل أمانة إلى أخي السيد عبد المجيد تبو شكرا لكم